وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدٌ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ كَزُرُهُ خَالِدًا وَقَبِّلْهُ الْيَدَى وَعَرِفُهُ حَقَّهُ وَخُذْ نَبْلًا مُدَى البيت الأول وذال الإضراب عزوء متعلق بما قبله وليس هناك من ضير أن نقف أو أن نقطع الشرح بين بيتين أحدهما متعلق بالآخر حتى يكون ذلك رابطاً ذهنياً أو لفظياً حينما قال أو كمعطوف ببل أشار إلى بدل الإضراب فقال وذال الإضراب أي هذا الذي هو كمعطوف ببل هذا بدل الإضراب يعني حينما تقول مثلاً كلمت زيداً عمراً كأنك قلت بل عمراً وكنت قد تكون قاصداً وحينئذ يكون له حكم وقد تكون غالطاً ويكون له إسم يعني الحكم كله بدل لكن هذا بدل إضراب وذلك بدل غلط لو قلت كما مثلنا كلمت زيداً عمراً يعني أنت قصدت أن تأتي بزيد وجئت بعد ذلك بعمر من باب الإضراب وهذا له مغزاً وله معنى مقصود أما إذا كان خطأاً بأن أردت أن تقول كلمت عمراً ولكنك قلت كلمت زيداً ثم تذكرت والذهن أو الخاطر في لمحة من جزء من الثانية يستطيع أن يعدل المقصود إذا تذكر شيئاً أو تذكر الصواب راجعت فقلت عمراً فهذا بدل يسمى بدل الغلط فإذا كان بقصد فهو بدل الإضراب إذا كان بدون قصد فهو غلط ثم مثل للجميع بقوله كزره خالداً زره خالداً كلمه زيداً الزيداً الآن بدل من الضمير وهو بدل كل من كل بدل شيء كامل من شيء كامل أو بدل ذات من ذات فهذا البدل مطابق إذن ثم وقبله اليداء اليداء جزء من الجسم فهو بدل بعض من كل وكقوله تعالى كم الليل إلا قليلاً نصفه فهذا بدأ أو أكلت الرغيفة مثلاً ثلثه هذا بدل بعض من كل وعرفه حقه هذا مثال لبدل الاجتمال فالحق هذا مجتمل على على زيد مثلاً أو على خالد يعرفه حقه أعجبني زيد علمه علمه شيء مجتمل على على زيد يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قتال هذا بدل اجتمال مجتمل على ما قبله طيب مثال لبدل الاضراب أو بدل الغلط خذ نبلاً مدى خذ نبلاً النبل معروف والمدى جمع مدية والمدية هي السكين يقول خذ نبلاً مدى مدى بدل إن كنت قصدت هذا المعنى فإنه يكون بدل اضراب وإن كنت لم تقصد وإنما كان خطأ فهو بدل الغلط بقي شيء آخر وهو بدل الكل من البعض ما هو البعض من كل هذا له مثال أيضاً وهو محل جدل ويصلح أن نمثل له بقول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس فالكعبة جزء هو البيت الحرام كل وهذا ممكن على كل حال وله أيضاً شواهد أخرى وأشرت أيضاً إلى هذه الأنواع كلها في زبدة الألفية وذكرت أيضاً هذا النوع من البدل وهو بدل خامس كزره عمراً خالداً خذه اليدا وعكس ودعه كبره لتحمده وإلى اللقاءة إن شاء الله شكراً للمشاهدة